أعلنت وزارة الطوارئ الروسية إقلاع طائرة مساعدات إضافية لسكان غزة متجهة إلى مطار العريش كما غادرت الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة عشر متجهة إلى مطار العريش تمهيدا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة حيث تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شاملت مواد غذائية وإيوائية وطبية تزن تسعة وثلاثين طن وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة كما غادرت طائرة المساعدات الأردنية الثالثة إلى قطاع غزة من عمان إلى مطار العريش